تيار الوفاء الإسلامي على ما هي عليه وبقاها كحالة شعبية وقبض على الزناد وهي الإضافة الجديدة التي أضفناها للحراك وهي دخول أنصر المقاومة على الحراك من جديد من عين استمديتهم الشرعية في العمل المسلح؟ طبعا هناك من جهة الشرعية الدينية هناك مرجعيات دينية تعطي الحق والشرعية إلى هذا الأمر والحمد لله أن هناك مرجعيات دينية أصيلة ومؤثرة وقوية تعطي هذه الشرعية في هذا المجال وهناك كما تعرفون أن السلطات الخليفية والاحتلال السعودي لم يعطوا فرصة لنا بأنه نبدأ لتفاوض أو نبقي على الحراك السلمي على ما هو عليه بعد كل هذه السنوات من التضافة؟ الآن نحن ثمان سنوات منذ انطلاق الثورة إلى يومنا هذا خلال هذه الثمان سنوات هدمت المساجد هدمت الحسينيات اغتصبت النساء اعتقل علماء الدين قتل شبابنا في السجون تحت التعذيب وفي الشوارع بالرصاص الحي إلى أن وصلت إلى الإعدام حرق القرآن الكريم كل هذه المقدسات التي يمكن للإنسان أن يغار عليها وأن ينتفض عليها وأن يدافع عنها تم إهانتها والدوس عليها بدون أي رادع ديني بدون أي عذر وكان الحراك السلمي لذلك كان هناك فكرة تجول في خواطر كثير من الشباب بأنه لابد من إيجاد حالة توازن رعب هذه حالة التوازن الرعب يجب أن يكون فيها استخدام للقوة هذه الفكرة ترجمت على أرض الواقع ترجمت على أرض الواقع بحمد الله كانت هناك عدة عمليات نوعية في البحرين العدو الخليفة اعترف بأن هذه العمليات أبرز هذه العمليات أبرز هذه العملية هي عملية تحرير المعتقلين من سجن جو المركزي وهو أخطر سجن في البحرين ويقع في منطقة نائية يخضع لحراسة بحرينية ويخضع لحراسة مشددة حراسة بحرينية أردنية وفي غاية التشدد وغاية الحراسة وفي منطقة عسكرية نائية استطاعت المقاومة وأبطال المقاومة أن يتجهوا إلى هذا السجن ويهجموا على هذا السجن ويحرروا عشرة من المعتقلين المهمين في هذا السجن أيضا هناك حصلت أدة عمليات نوعية اعترف بها النظام الخليفي وبتأثير هذه العمليات النوعية اليوم نحن لا نحتاج إلى أن نثبت لأحد بأن المقاومة في البحرين مؤثرة يكفي أن يقرأوا التقارير التي يكتبها الأمريكان اليوم منذ انطلاق المقاومة في عام 2017 في 17 يناير نحن أعلننا 17 يناير 2017 إلى هذا الوقت الذي نحن نتحدث فيه هناك عشرات التقارير التي صدرت عن مؤسسات أمريكية تعترف وتقر بأن المقاومة في البحرين مقاومة قوية ومقاومة تمثل تهديد للمصالح الأمريكية والمصالح البريطانية وتمثل تهديد على الوجود الخليفي في رأس السلطة بل بعض التقارير قالت أن هذه المقاومة تمثل تهديد على العمق السعودي في داخل السعودية وهناك بخاوف كبيرة جدا من انتقال هذه التجربة التي في البحرين إلى العمق السعودي أنتش تشوفون تشكلون تهديد على العمق السعودي؟ أنا أعتقد أنه كل السعودية التي جاءت إلى البحرين وانتهكت الحرومات في البحرين وقامت بجرائم تجاه شعب البحرين من حق شعب البحرين أن يرد في الموقع المناسب وفي المكان المناسب وفي الوقت المناسب هذا سنعتبر تهديد لازم يخلوه في خساباتهم هم يعتبرونه تهديد ونحن نعتبر أن هذا من حقنا في أي وقت أن ننفذ أن نعمل أن نرد على الجرائم التي ترتكبت تجاه شعب البحرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر